المغرب والكان حلقة تامينة بيركينا فاسو 1998 من بعد الإخفاق في كأسهم من أفريقيا 1992 في سينيغال وفي نفس السنة في أولمبياد برشلونة جاءت تصفيات مؤهلة لكأسهم من أفريقيا 1994 يتلعب في تونس ومن العجائب أن المنتخب الوطني المغربي لا تأهل لكان 1994 وفي نفس الوقت تأهل الكأس العالم 1994 يتلعب في الولايات المتحدة الأمريكية لما يملك المنتخب الوطني المغربي المجدداً لكأس الأمي الأفريقيا 1996 اتلعب في جنوب أفريقيا هناك مجموعة من تغييرات وتم عقد مع ناخب الوطني الفرنسي الراحيل هونري ميشيل لتملك Обتغييرات عن تركيبة الرجعية المنتخب الوطني المتخب الوطني المغربي يتسبب مع تصفيات مؤهلة الكأس الأمي الأفريقيا 1998 مجموعة صعبة فيها مصر والسينيغال ويتيوبيا ضمن المنتخب الوطني التأهل المبكيرين وكانت شكيلة مرعبة كان فيها صلاح الدين الباصير مصطفى حجي كما تشاهد وحمد البهجة وآخرين ضمن المنتخب المغريبي التأهل المبكيرين لأهيات لكان 98 وكانت المباراة الأخيرة الشكلية ضد المنتخب السينيغالي في مجمع رياضي الأمير مولا عبد الله بن ريباط ولكن كانت مهمة بسبب المنتخب المصري الذي كان مطالبا أنه يربح إيتوبيا وفي نفس الوقت تسنى هذه مع المنتخب الوطني المغريبي في حين أنا متخب السينيغال كان في حاجة إلى نقطة واحدة للتعادل لتأهل اللاكان كان تشكيك الإعلام المصري في المنتخب الوطني المغريبي وقالوا بأنه سيلاعب تشكيلة احتياطية ولكن أوري ميشيل كدب جميع التوقعات ودخلوا كأنه سيلاعب مباراة رسمية متخب المغريبي فزع السينيغال 3-0 وهذا بطاقة تأهل متخب مصر الذي سيمشي معنا اللاكان 98 في بيركينافاس تأهل متخب المغريبي النهائية كأس عالم 1990 كانت في فرنسا ومشاهد بيركينافاسو بشي لاعب لك والأسف بسوء حدو لعبت المجموعة الرابعة التي كانت في المدينة بوبو ديولاسو التي كانت تفتقر المجموعة المرافق الضرورية تشكيوا اللاعبين المتخب الوطني المغريبي مقرد الإقامة التي كانت عبارة عن واحدة سكنية حديثة إلى التمتجهيزها وصفتت الجامعة الملكية المغربية كورة القدم مجموعة من الخيم وفريق الطباخين للصهر على راحة اللاعبين في المباراة أولا ضد منتخب زانبيا الأمور مشاتها الأحسان ما يورام وكان هدف جميل لأحمد البهجا الذي تصنف ما بين أجمل هداف هذه النسخة وكان المنتخب المغريبي مسيطر على المباراة لكن في دقيقة 87 سطع منتخب زانبيا أنه يسجل هدف تعادل في المباراة الثانية فاز المنتخب المغريبي بدون عناء لمتخب زانبيا قبل ثلاثة السفر ثلاثة التي كان سجلها سعيد شيباء علي الخطابي ويوسف رتوت وبقى المباراة الثالثة ضد المنتخب المصري لانتصنفها بهدف السفر المقصية الشهيرة من مصطفى حجي من بيع التأهل كمتصدى المجموعة بسبع دين نقاط كل شيء رشح المنتخب المغريبي أنه يفوز بهذا اللقاب خاصة أنه كان يضم واحد للجيل اللاعبين بحال أحمد البهجا كاماتشو باصير حجي روسي صابير وغيرهم اللاعبين انتقلت المنتخب الوطني من مدينة بوبو ديولاسو إلى العاصمة وغادوغو ثم لعب مع جنوب أفريقيا في دور ربع النهاية وكان كل شيء رشح المنتخب المغريبي أنه يمر المربع الذهابي للأسف نهزم المنتخب المغريبي بهدفين اللي واحد وغادر المنافذات من دور ربع النهاية وتفاتي على السطح مجموعة من مشاكل ما بين لاعبين خلافات ما بين نورديني بتمجيها وعبد الكريم الحضروي مجيها أخرى وحتى العلاقة ما بين أوري ميشيل ولاعب أحمد البهجا ما كانت على ما يرام ومن الغرائب العجائي يبدأ كور القدم المنتخب ميصر اللي احنا أصلاً أهلنا له هذه النهائية ديالا كان 98 وفزنا عليه في دور مجموعات بهدف ديال مصطفى حجي هو اللي يفز في الأخير بالنسخة 98 ديال كأسهم أفريقيا مع الفوز دياله على الجنوب أفريقيا اللي قصانى مدور ربع بجوز الصفر ضيع المنتخب المغريبي مرة أخرى فرصة التتويج باللقب الأفريقي المرة الثانية في تاريخ دياله وبدأت تطلعات النسخة ديال 2000 اللي ستلعب في نيجيريا وغانا اللي سنشوفه في حق المقبلة شكراً لكم